خلصت طب أسنان خلصت كله طب أسنان شغلت طبعاً في عهدات عايز أقول عارك اشتغلت في عهدات كتير يعني اشتغلت في صديقي ودكتور هو في الجامعة كبيرة دلوقتي يعني هو أكبر مني بربع سنين اللي هو هاني صبر اشتغلت في عهدته فترة وبعد كده اشتغلت في عهدات دكترة تنين واشتغلت في عهدات فعرياف ايه اللي بيميز الدكتور الأسنان؟ شغلت في شغل مشيخ ايه؟ يعني انبسطت في ايه في المهنة دي؟ هل يعني البقء بيفرق من راجل لستة ومن كبير لصغير؟ من كبير لصغير ايه من راجل لستة مش قوي اه او مش خالص يعني اه اعلى عاجة انت اللي بيبقى دخلك احساسا من حد يدخلك تعبان ويخرج سليم دي ده احساس حلو ايه ده احساس جميل يعني اه اشتغلت بقول حرارك في عهدات كتيرة واشتغلت في عيادة في شغر مشيخ يعني برضو طب الأسنان اخذت مني ده شغل سياحة بقى ده شغل عالمي بقى ده شغل عالمي احكينا بقى عشتورة في شغر مشيخ عملتين لا هو كنت بقى كان عندي واحد صاحبي اسمه نادر عباس هو برضو في دفعتين كزا دفعة كان عنده عيادة في شغر مشيخ فكان بينزل اسبوع وانا بسافر اسبوع فترة كبيرة كان بقى موظف الشغل شغل بقى اجانب وكده بس دنيا بتبقى لطيفة يعني فلوسها كانت كويسة طبعا ساعتها بالدولار وبتاع طيب حد يسيب الشواليها بالدولار ودكتور اسنان لا والله يعني دلوقتي مشكلة تبقى اسنان دلوقتي انت خلص بطلت خلص؟ انا بص اهل حركة يعني لو حد عنده درس وجوه ممكن تتصرف ولا لا لا انا ممكن اتصرف ده اكيد ده اكيد طبعا مش للدرجات دي بس انا دلوقتي انا زنقت الشغل بتاعت التمثيل وبتاعت التأليف وخصوصا في الفترة اللي انا فيها دي التأليف لان انت بتحضر للجاي ما عندكش وقت خلص اعتزلت طب الاسنان على اهل مؤقت هل تفتكر ممكن ترجع تاني دكتور اسنان؟ اه ممكن امتى لما لقي ان انا مش هقدر احترم نفسي في شغلانتي اللي احنا نبشت وهل الشغلانة دي ممكن تخريك ان تحترمش نفسك فيها؟ طبعا ازاي؟ ان انت تعمل حاجات انت مش راضي عنها عشان الفلوس بس زي ايه؟ زي مليون الف حاجة زي اعمال يعني اسمها ايه؟ مش اقول سازجا اعمال مش كويسة يعني اعمال مش حلو يعني يعني لما تعمل فيلم تبقى مجبر ان انت تعمل فيلم ده عشان فلوس ده انا مش هعمله انا ارجع على شغلانتي اصلية وخصوصا الفيلم ده لما يبقى كمان مش حصل معاك انك انت خلال الفترة اللي فات دي فكرت ترجع تاني دكتور اسنان؟ لا ولا مرة؟ بص اقول لعدلاتك على حاجة انا عندي مكتبي ده مكتب كبير شوية وفيه جواء العيادة يعني لحد اللحظة دي فهي موجودة انا كل الموضوع بس ان انا موقفها مؤقتا انا كنت مشغالها من فترة بدكاترة تانين بس مش انا اللي بشتغل بايدي بس عدم اهتمامي بيها اثر عليها هي شخصيا فقلت لأ انا وقف النشاط فترة ولو ربنا كرمني هرجع بدكاترة تانين او لو ان شاء الله ده محصلش حصل حاجة في الشغلانة بتاعتنا ارجع تبقى اسنان تاني هل الفن او الوسط السينمائي الشغل فيه بيتم بشلالية ولا بيتم بشكل ببني على انك انت فنان موهوب وكويس الاتنين كم في المية كم في المية مقدرش اقولها بالزبط كم بس طبعا فيه جزء كبير منه ناس بتشتغل مع بعض بس ترشح بعض بس طبعا انا عمر ما كان يهمني بموضوع ده ولا فريق معي اساسا وفيه ناس تانية عندهم موهبة وحفروا في الصخر وطلعوا ودم الشرط الشلالية ان هما ما عندهمش موهبة يعني ممكن يبقى فيه شلة معينة بترشح بعض وتشتغل مع بعض وتعمل مع بعض ففيه الاتنين يعني في الوسط